اشتركوا في القناة حيث ان المقاب لا يتسع الى التوسع فاقول ثبت في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها انها ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان معاوية وابا الجهم واسامة من زيد يريدون خطبتي فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هي بتستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها اما معاوية فصلوق لا مال له واما امو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قالوا معنى لا يضع عصاه عن عاتقه انه رجل ضراب للنساء وقالوا ان معنى لا يضع عصاه عن عاتقه اي كثير الاصفار اي كثير الاصفار ولا شك ان المرأة تحب ان يكون زوجها عندها لتستمتع به ويستمتع به ويقوم على خدمتها على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في معاوية رضي الله عنه قال انه الصعلوق لا مال له وقال في ابو الجهم انه لا يضع عصاه على عاتقه هذه غيبة ولكنها غيبة جائزة لانها في مشهورة للزواج وامره مشهورة بينهم وشاورهم في الامر العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الايه وليس بخصوص السبب وهذا حديث كما قلت في الصحيحين طب الحديث ده يستفاد منه ايه يستفاد منه دروس كثيرة طب منها ايه يعني منها جواز سماع كلام الاجنبية والاجنبي في الاستفتاء ونحو يعني ممكن المرأة الاجنبية تستفت المفتي وهي اجنبية بالنسبة له ويسمعها ويفتيها طب جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول اجابة يعني واحد تقدم لخطبة واحد فقالت لا اريدك فتقدم اليها الثاني هذا جائز لكن واحد تقدم ورده به واحد يقول كم دفع شبك مئة الف جنيه انا ادفع مئتين الف جنيه ايه هي سيارة او لا شقة خطبة ازاي لا يخطب احدكم على خطبة اخيه هذا يجعل بغضاء وكراهية بين الناس والشرع حريص على مد جسور المودة والمحبة والالفع بين الناس لكن لو خطبوا هم اعتذروا فتقدم الثاني فهذا لا حرج فيه ان شاء الله وكذلك جواز ذكر الغائب بما فيه من عيوب التي يكرهها اذا كانت للنصيحة ولا يكون حين اذن غيبة محرمة لان من استشير لزمه القول بالحق واداء النصيحة وليس ذلك في باب الغيبة لانه لم يقصد بذلك لمزة ولا شفاء ولا اذا يعني واحد تقدم لابنتك او لاختك او لمولياتك وانت ذهبت الى بلده او محل عمله تسأل عنه يا جماعة هل هذا الرجل يصلي الفقر في جماعة يا جماعة هل هذا الرجل يحضر دروس العلم يا جماعة هل هذا الرجل عرف ببر الوالدين يا جماعة هل هذا الرجل عرف بحسن الخلق هذا الذي يهمك أن يكون مرضية الدين والخلق فواحد قال والله هذا الرجل ما رأيته في صلاة الفجر البتة والمسجد هو المسجد الوحيد في الحي ولا يأتي وهذا الرجل معروف من سؤل الخلق دي غيبة أيوة غيبة لكنها غيبة جائزة ما قصد أن يتنقصه وإنما ديا استشاره فلزمه أن يقول ذلك كذلك استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحة وإن كرهها يعني مثلا واحد يجا سألك فلان أريد أن أشاركه في مصنعك في شركة في تجارة تقول والله هذا الرجل ليس أمين هذا الرجل في خيانة هذه غيبة ولكنه جائز ويلزمك أن تقول له ذلك قبول نصيحة أهل الفضل والإنقياد إلى إشارتهم ولأن عاقبتها محمودة يعني أما أهل الفضل أهل العلم أهل التقى أهل الصلاح أهل الاستقامة يشيرون عليك بأمر تأخذ بمشورتهم لأن الغالب في الظن أنهم يريدون وجه الله عز وجل كذلك استحباب تفضيل نكاح الرجل الموسر على أهله يعني رجل البخيل الشحيح هذا لا يرغبه أحد أما الرجل الكريم السخي المعطاء الذي ليس عنده إصراف ولا تفزير أي نعم يعني حسنة بين سيئتين تقول إيه حسنة بين سيئتين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا لم يسرفوا ولم يقطروا فدسمها الحسنة بين السيئتين كما قال ذلك عنها عمر بن عبد العزيز رحمه الله كذلك استحباب تقديم نكاح الرجل قليل الضرب لزوجته أو قليل السفر الرجل الضراب للنساء النساء يهرب منه ولا يحبه يعني ما يجوز للرجل أن يضرب امرأة يجوز لكن يجوز للرجل أن يضرب امرأته بإيه بسواك يعني ليبين لها أنه غاضب عليها أما يمسك عصايا وينزق إيه ده لو كان حمار عزك الله لا يجوز شرعك فكيف بإنسانة استودعها أبوها إياك فما ترضاه لابنتك وأختك وأمك ارضاه لبنات الناس ها؟ وبعلينا لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم فانظر من أي الفريقين أنت والجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة طيب بارك الله في عمرك ثم ماذا أيها الحبيب المحب ثم عليك أن تتقي الله تعالى في ذلك وتعرف أن المستشار بارك الله فيه مؤتمن المستشار إيه؟ مؤتمن وجوب استطار المرأة إذا كانت ممن وجوب استطار المرأة عن الرجال الأجانب أي نعم يعني فاطمة رضي الله عنها اعتدت عند عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان أعمى رضي الله عنهم أجمعين والمرأة الصالحة المتجالسة لا بأس أن يمر بها الرجال ويتحدثون عندها بحيث لا يحدث خلوة بحيث لا يحدث إيه؟ خلوة وبارك الله فيك جواز نكاح غير الأكفاء إذا رضيت الزوجة بإيه؟ بذلك فاطمة من تقيس قراشية وأسامة من زيد مولى ومع ذلك تزوجته ورضيت إيه به هذا ما أردت أن أذكر به وبارك الله فيك وهناك أدلة كثيرة ولكن المقام لا يتسع لبسطها وصلى الله وسلم وبارك على البشر النذي المحمد